اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك عليم دودة ممكن تتلغبط او انت يعني يجي في بالك انها اسكاريس انجليستوما ده اللي لاسلين شواح بعض طب اعمل ايه افتكر ازاي؟ افتكر معي احنا شبهنا ايه بايه؟ قلنا الاسكاريس دي تعبان البطن تعبان البطن كنت بتجيبلك المورفولوجي انها تعبان ابيض كبير تعبان البطن جابتلك البطن بتاعها ان هي كتيرة وكبيرة وتتحرك وفري ومايجريشن وكلام ده كله خلاص مولي النهاردة بقى ودودة بتاعت دلوقتي دي هنتكلم عن ايه؟ عن هيومن هوكور هو هوك في اللغة اصلا يعني ايه؟ هوك في اللغة بتيجي بمعنين بتيجي بمعنى خطاف خلاص؟ فالهوك ده هيفكرك بان الدودة دي مصاص دماء مصاص دماء ليه مصاص دماء هقولك كمان شوي خلاص طيب هوك ممكن تيجي في اللغة برضو بمعنى الصياد دي الصنارة البطن الصياد خلاص؟ فافتكر معي انها ليه علاقة بالصيادين خلاص؟ يبقى هوكور هتفكرك او الانكلستوم عدية هفتكر انها هوكور وهكور مدي هفكرني بحاجتي اول حاجة انها هكور بمعنى خطاف فافتكر مصاص دماء هكور معنى الصنارة فافتكر انها ليه علاقة بالصيادين خلاص؟ طيب انا هدرس ايه في الانكلستومة هدرس الديزيز بتاعها هدرس هي موجودة فين؟ شكلها الليف ساكل بتاعتها الباثورجيو كينيكال بكتر تشخصها وعلاجها وزين منها طيب؟ طيب الديزيز بتاعنا اسمه ايه؟ والله اسمها انكلستومة خلاص؟ فالديزيز هنسميه انكلستوميز خلاص؟ طيب اول اسم التاني هي هوكور مديزيز تمام؟ طيب قلنا هوكور تفكرني بايه؟ خطاف مصاص دماء اول اسم التاني هي الصنارة فهي تفكرني بالصيادين خلاص طيب موجودة فين؟ في الترابيكال سابترابيكال ارياس جميل ماشي القطل تبتعها انا قلنا ان اسمها مصاص دماء صح؟ مصاص دماء انتو لو ما ايه قول لكم مصاص دماء اول حاجة بتيجي في بالكم ايه؟ السنان صح؟ بروفا لكم انقانية بتاع دراكولا فعلا هي اكتر حاجة هنتكلم عنيها النهاردة هي السنان او الانياب دي طيب بص معايا كده والله اول حاجة الميل والفين بتوعها مش طوال قوي زي التعبان اللي فات كان 30 سنتي لكن لا دي سمول شوي خلاص طيب ونوصل على الماوس بتاعها هنلاقي والديبولوبت دابل بيروف تيس اون ايش رسايد انياب هي صح الله هي انياب معنى الكلمة زيما انتو شايفين كده في الصورة انا جابها لكم خلاص نبين كوبور اون ايش رسايد خلاص طيب وسمولر بير جوه شوي انتبس اوف بكالكابيس يقفين نبين على الطرف ونبين جوه شوي خلاص دي كل سنانة نبين على الطرف نبين جوه شوي خلاص دي قد تاني والديبولوبت يبقى الماوس بتاعها ماوس واضح كبير هي فان دودة ببق كبير محترم خلاص ما الماوس تاع التعبان كان الماوس تاعها عبرا عن ايه برافو عليك والتعبان كان 3 لبس خلاص دي اربع سنين يبقى 3 لبس هناك اربع سنين حين خلاص طيب اي نفتكري هزاي والله اي ما حدش هيتلغبط ان الدراكولا بانياب تمام طيب دبل بيروف تيثون ايتش سايت وسمولر بير ان دبس اوف بكال كبسول ماشي او بكال كافتي جميع يا ولاد طيب هفرق زي الميل ميل في ميل او والله بيقولك الميل اخرده عاملة زي الزعينة فتا السمكة ابتلكم مشتكروا الصياد صح هي ليها علاقة كبيرة قوي بالصياد والسمكة والكلام دي ادي اول علاقة ان الميل اخرده في عاملة زي الدلتا السمكة كده خلاص ترانسل يوستيند كودال بيرسة كودال بيرسة والريب لايك ريس والكوبوتيشن بصوا عليها هنا كده بصوا كده ده البؤ اتفقنا مع بعض ان هنا فيه اسنان هنا هي وانجوا شوية فيه ريب لايكا كمين جميل؟ جميل قبل طيب بصوا بقى كده على والشكل ميل من هنا دي اسمها كودال بيرسة الاستراكشو او الدير اخرين ده اسمه كودال بيرسة خلاص طيب وفيها ايه فيها ريب لايك ريز فيها ريز او اشاعة كده مخطط كده على الجنبين خلاص طيب ده وظيفته ايه ده وظيفته الكابيوليشن ده عضو الكابيوليشن في الميل خلاص لو التزاوج يعني في الميل تمام يبقى دي كلها اسمها وفيها تبطيق وصفتها هذا العضو خلاص نرجع أنا كان عندي أزلت البوء بتاعه عامل والله البوء بتاعي خلاص على الطرف خلاص طيب ايه أخبار الميل تميز ايه عن الفيميل والله الميل بتاعنا عنده زعنفة خلاص عنده زعنفة او ديل بيديل السمكة كده خلاص طيب طيب ده ما موجود ليه قربنا خلقه في الميل ليه عشان بصوا هنا كده بصوا حتا دي بسمعي الششرية مخطي عليها الميل اهي دود ده وخلصت تمام لكن الميل في ايه زعنفة دي بصوا كده انتوا اكيد شبتوها دلوقتي خلاص يا حبيبي طيب ايه طيب هاذين ندرسه في المورفولوجي الاجت خلاص طيب الصيز بتاعها خمتين في خلفة تلاتين مايكرو جميل قوى طيب الاجت دي لها راوندد اند تحفظ ان الايت ديت ين هي مدورة كده كلها مدورة كده راوندد اند مشي مش مدببه قوي لقيه راوندد كلها على بعضها جميل قوي طيب الكتابر بتاعه وده مهم بقى انتوا شايفين انهو أنا رسمي خط واحد ولا خطين خط واحد صح يبقى هي خلاص اهي هو خط واحد لو كنت رسمي خط كمان هنا كده تمام كنت هسميها لكن هو خط واحد من جوه والله هي عاملة زي بتبيض بعد شوية بتتقسم خلاص هبينسل المتيجة تنسل في الستود بتكون متقسمة افتو اتنين لتمانية او اربعة زي ما انتم شايفين كده في الصورة نجيب اربعة يعني فيها اربعة او اربع خلايا اربعة سلز كده اهم جميل يا ولاد طيب التاني عايز افتكر فيها ايه عايز افتكر اول حاجة انها افتكر انها سين ولا سيكشل نفتكر من الصورة لا هي كالسنشل خلاص طيب اول ما بتنسل بتنسل خلاص بعد كده لما بتيجي لما تخرج في الستود بتكون ايه بقت فيها من اتنين لتمانية متقسمة الاتنين او اربعة او تمن ايه خلايا كده خلاص طيب او بالمنفع الايج انا بحفظها ازاي size و shape cover contain size حجمها قد ايه shape شكلها عامل ازاي cover ده المنبرة متغطيه بايه contain هي من جوا جواها دي خلاص طيب بعد كده ننقل على او نركز بقى or apart from larvae احتفقتنا مع بعض انه اي نيماتود في بداية حياتها خلاص كان بيجي بقى قاضل تمينة وخيمينة بعد كده بتحط بعد كده بتقول ال واحد ال اتنين او تلاتة ال اربعة و اتفقتنا مع بعض في اول المحاضرة ان ال واحد و اتنين كان يصوم or apart from larvae و التلاتة و اربعة كان يصوم or apart from larvae يعني ايه يعني يعني المطولة و في اخيرها بلبكت او كورا كت الصوفيجس بتاع سيدة سيدة 300 600 700 ربّها فهي كبير تبكي بالعبار 3 ده ربديتي فورم تلاتة واربعة ده فلاري فورم طبيعا هتكون كبرة شوي خلاص طيب انا سميتها ربديتي فورم لانها تحتوي على ربديتي فورم اسوفيجس خلاص طيب بالمناسبة بالاسوفيجس اخيه تلت الباضي تلت جسمها اسوفيجس خلاص يعني من فوق مطاول ومن تحت شكل اسطوانة زي كده ايه الصورة دي اهي اهي بصو خلاص طيب اموال الفلاري فورم دي سلاندريكا يعني اصطواني خلاص كلها استوانام طاولة كده. تمام بالمناسبة ده اخد ربع walisti يبقى الحتة دي كده ربه weren't ماشي لكن حتة دي ايه تلت بس. تمام يبقى الجديد يكون كان تلت الباضي والفلاري فورم كان ربح الباضي خلاص طيب. التيل بتاعها اخباره ايه? التيل ده point tail وده sharpmly point tail مش عارف الصراحة ايه الفرق. الفرق يقناه تشرب يعني بصراحة الكتاب رهيب. دي بوينت التيل ودي بوينت التيل يولاية التيل بتاعها مدبب خلاص طيب ليه مدبب عشان هناخد كمان شوية واحدة التيل بتاعها مشقوق فاحفظ معي ان التيل هنا مدبب خلاص طيب الوقت تاني انا خدت أدلت ميل وفميل وخدت البقى الكابسول اخباره ايه الفنان بتاعتها الانياب بتاعتها وخدت الكوبوليشا بيتامل زي عن طريق عضوي اسمه برافو عليكم كوبيلاتري بيرسا كوبيلاتري بيرسا خلاص طيب خدت الانج وقلت انها ليها فين تشيل وليها بتاعتم تقسمه فوت اتنين تمانية ديفيجنز وقلت ان هي راوندت انت طيب خدت رابتتي فون وفلاري فورم وعرفت ان دي اسمها كده عشان ليها رابتتي فورم اسوفيجاس وديه فلاري فورم اسوفيجاس من اطول اللي برافو عليكم الفلاري فورم طيب الاسوفيجاس هنا تلت الجسم كان هنا ربع جسمها خلاص والتيل بتاعها ايه بوينت التيل خلاص طيب هتكلم عن اللايف سايكل بتاعت الانجل ستومة هتلاقوا فيها شبه كمير جدا 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 بالاسكيرس بس عايزين نفرق مع بعض خلاص طيب نشرح على الصورة دي انا رسميها بانتي وبعد كده ايه هنقل معيكم على صورة ايه يعني واضحة اوكي طيب راكز معي كان في عندي قدلت ميل وفي ميل ننزلوا ايجز نراحز من الايجز بتاعتنا برا عن ديها راوندت اند ومتقسمة هو اربعة دي بيجان في جواه هوت كمير اوي طيب كانت نزل ايه ماتيور بدأ يحصل لها ماتيوريشن فاقست طلعت ايه هنا يا يورا طلعت فرست ستينج لارفن هشيت عشان تشوفوا فرست خلاص طيب كبرت شوية بقت تحولت الى ربطتي فورم الارفا جميل طيب بعد شوية كبرت اكتر تحولت الى فلاري فورم الارفا تمام وانس انها تحولت الى فلاري فورم الارفا بقت انفكتيف يبقى ايضا الانفكتيف هنا هي الفلاري فورم الارفا دي الحاجة اللي لما دخلت جسمي امت عملتلي انفكشن يبقى تاني كان عندي قدلت ميل وفي ميل نزله ايج والاك بتاعتي راوند انت لو نفتكر خلاص طيب فقست الاج طلعت ايه لارفا لارفا اسمها ايه اللي واحد اسمها ربطتي فورم الارفا خلاص طيب بعد اكتر شوية بقت قل اتنين فلانستاج ربطتي فورم الارفا كبرت اكتر بس فلاري فورم الارفا خلاص الفلاري فورم الارفا هو الانفكتب استيجي هنا خلاص طيب هي الشرير بتاعنا هنا طيب دخلت جسمي ازاي ابوصوا بقى نحكي بقى الحكاية كان فيه صياد تمام طالع يصطاد الصبح صح بدري وقت الصبح وقت الندى تمام فالصياد كان ماشي على الرملة تمام ماشي ايه ماشي بيرفوت ماشي حافي على الرملة خلاص ميل كتت مستنية على الرملة كتت مستنية الفلاري فورم الارفا ليه يا ولاد انها بتحب قوي المية وبتحب قوي الحرارة وبتحبش الارض هي اصلا بتحبش طوط في الارض هي بتحب الحرارة وبتحب المية فبتطلع على الرملة فوق خلاص طيب عايزة تبعد عن الارض تمام ويتطلع وقت الندى وقت الصبح ده عشان قدر تبطن او تشرب من قطرات الندى دي تمام طيب وبتحب الحرارة فبتنجذب لاي جسم انسان اللي هي اصلا بتحب حرارة تمام فبتنجذب لاي جسم انسان موجود على الرملة دي تمام فوانسا ان الصياد كان ماشي على الرملة وفت الندى الرملة الرطبة ديت تمام فحست بيه فلاري فورم الارفا وانجذبت ناحية الحرارة الخارجة من جسمه فمت مستحابة مستحابة وقامت ايه قامت خرمة الاسكن بتاع رجله تمام ادخلت بالايه بالاسكن بنتريشن خلاص طيب امرت الاسكن واندخلت ايه ايه اندخلت في رجله تمام طيب ايه اللي حصل بعد كده مشيت مع تيار الدم تمام متوصل لفين وصلت اتنمين للنج كل الانديد النهاردة بتحب اللنج خلاص طيب بعد موصلت للنج قلت لك ايه اللي جابني هنا بسم الله رحمنا رحمنا ايه اللي جابني هنا رجعني عم بيتي تقامت ماشي قلبي لاوي برونكوي لاريكس فاريكس قامت ننفى تاني على الاسمو الانتستن مكوين ايه ادلت نعيد تاني عصورة تانية كان عندي كان عندي هنا ادلت ميل وفي ميل ادلت فين في الانتستن ادلت ميل وفي ميل خلاص ننزلوا ايجز الانتستن اص Spanish وفي م BCju قمت ثاني وثاني نزلوا من نتجي فورم وفي ميل ثم ثاني نزلوا من نتجي فرو happened ثم فليري فورم ميت فلايري فورم والفلن فالفلي بيتون للوانور ما اللحظة تانيها عنومة تخطي اللحظة تعملد ميل بالسافة ر 난دل ميل عنومة تكريف حياة الارض احضر ايه وقت النادى الصبح ده خلاص ماشي عالرملة وهو ايه حايفي بير فوت خلاص مين اللي كانت مستنية بتحب ايه الحرارة انجزبت لحرارة جسمه خلاص قمت ماشي ومتسحبه وقمت ايه تاك عملا خلاص دخلت جوه الجسم وقمت ماشي في السيركيوليش خلاص اول ما وصلت وصلت لمين للونج خلاص بعد شوية قلت لك انا ايه اللي جابني هنا امتطلع اهوت اهو الميلاي برونكاي لرنجز فارنجز امت نسلة 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 على ايه على الديستن تاني وامت مكونة اضلت هناك وتتوتى خلصة الحدوتة خلاص طيب من القصة دي نطلع الايتم مين عندنا الهوست عندنا هوست واحد بس العائل الاساسي والعائل الوحيد هو مين الهيومن تمامي الهيومن بتاعنا هو الديفينتف هوست هو الانلي هوست خلاص ما نتكلمش عن اي كائن تاني طيب جميل من هنا الهبيتات يعني ايه الهبيتات يعني مكان اللي عايش في الادلت الادلت عايشت فين برافو عليكم في الاسمول انتست ماشي طيب بعد كده اتكلم عن المود المود هنا ايه الاسكن بنتريشن ركز معي الاسكاريس كات ايه اكل وشرب كنا ناكل ايه اج كنا ناكل بيضة خلاص لكن هنا بنتريشن مين بيخرم جلدي الفلاري فورم لارفا يبقى الانفكتف استيج هي الفلاري فورم لارفا ركز قوي قوي عشان يمتحنوا اللغبطة تاني الديفينتف هوست هو مين هو الهيومن خلاص طيب الادلت عايشت فين الهبيتات في الاسمول انتستن طيب نبذلت ايج والاكف قاتت خلاص نصرحت ايه رابطة دي فورم لارفا ثم فلاري فورم لارفا خلاص يبقى دي الانفكتف استيج هي فلاري فورم لارفا عملت ايه هم سكن بنتريشن اذا المود هو السكن بنتريشن خلاص طيب من الصورة دي كده نراجع الهيومن في الهبيتات بتاعنا سمول انتستن طيب اه مهمة اوي بقى حاجة مهمة جدا جدا الارفة دي الدودة دي ترك انها ليها انياب الانياب دي بتقوم غرزة بيها في الميكوزة بتاعة الانتستن غرزة وهي ما قوي كمية غرزة دي التعبان كان فري كان بيتحرك براحته كما يروحه وييجي هنا هي غرزة في مكانها الغرزة دي هتعمل باصولوجي زي ما كان الحركة الفري بتعمل باصولوجي لكل من اسمه نصي تفتكر من دعات في المتحين التعبان كان فري فكل الاعراض وكيجا بكشا نظهرت كنتيجة ان هو فري وان هو تعبان كبير تمام؟ حين المرة دي لا الادلت ديها ثنان انياب فأمت جرزة في الميكوزة فهتعمل الاعراض حيقول لك هليه كمان شوي خلص طيب هو الهيومن طيب الاخترقت جسمي هي من الفليري خلص طيب يعني خلينا شويه بس يعني ما ماشا ولها لكم دلوقتي النظر في اللي ستول هو الاج ان هو تلك الاج بتنزل في اللي ستول بجاء بتفقس ايه بره تعالي رجع للصورة اهي بنزل ايج ان فيسس اهي ايج ان فيسس خلص فبنزل ايج في اللي ستول بجاء الاج دي بتفقس بره على التربة وتحول الى رضيتي فورمس بجاء الاج دي توليتي فورم خلص خلاص خلاص فالديا جنوستيك استيج هي الاج ان فيسس خلاص طيب الموت بتاعنا ايه سكن بنتريشن اشتكرو حكاية الصياد اكماش عال ايه عال الرملة خلاص طيب بجاء ايه يا بلاد بجاء ايه بصوا كده بصوا شكل البلب ده برافا عليك بجاء رضيتي فورم لارضي لايهي كتشكلها من ازاي والله هيكت خمسمية مايكرول شكل الاثوفيكس طاعة كان ربديتي فورم يعني ايه يعني من فوق من تحت بلب خلاص طيب ربع البادي ربع تلت البادي خلاص لها تحولت بعد شوي الى اللي هو ايه سلندريكال اصوفيكس سوامية مايكرون جميل عملت ايه عملت قمت ماشية خلاص وصلت لي من الاول للنج ثم وصلت لمين للانتستن خلاص كده مفهومة طيب ندخل على الباثولوجي ركز معي ان كل الاعراض هتنتج من الاماكن دي يبقى انا متوقع الاعراض تاعتي في ثلاث اماكن ياما سكن نتيجة دخولها ياما لانج اول ما كان وصلت له ياما انتستن ده اخر ما كان وصلت له يبقى اعراضك هتكون ثلاث حاجات ياما سكن ياما لانج ياما انتستن اولها ههو خلاص طيب اول حاجة اول اعراضي هي خلاص طيب مكان دخول الدودة هيحصل ايه والله هيحصل او طبيعي اي شيء غريب او جسم غريب يدخل جسمك الجناز المنابي يعمل ضده او او ادينة خلاص فتلاقي مكان دخول الدودة بقى محمر ومورم نتيجة ايه نتيجة او الاميون ريسبونس مناشا نتيجة ايه دخولها خلاص طيب كالكيني هيحصل ايه والله هلقي مكان دخولها بالضبط كأنه مكان ارثة نموسة اللي هو حتة محمرة حتة بتهرش فيها حتة مفقفقة شوية كده خلاص يا ولاد طيب ودي صورة هي جبناها لصياد كان ماشي ودخلت في جلده في فلاري فورما لارفا فمكانها زي ما انتو شايفين كده بقى محمر بقى مورم بوضع احنا هو بيهرش فيه حد ما اسم علمي اسم علمي اسمه ايه اسم ground اتش او دو اتش كلمة ground ايه اول كلمة اتش كلمة اتش معناها ايه كلمة اتش معناها هرش خلاص طيب كلمة ground معناها ايه توشيء الى الارض او الرمل خلاص انه بتلكم ان الصيادة بيطالة على الرمل للصبح بدري تمام طيب لو كلمة دو يعني ايه دو يعني ندى دو اتش يعني الندى خلاص طيب اللي ان الرطوبة والنادى بتفاعد على تحول ربسي فورمولارفل لفليري فورمولارفل وتبقى انفكتب وتستنى الصياد ايه الصبح بدري خلاص يبقى تاني اسمها ايه اسمها ground اتش او دو اتش اتش هتفكرني بالاعراض اللي هي ايه الاتش والاريثيمة والبابيولز وطن دا كله بمنافس الاريثيمة يعني احمرار بابيولز معناها زي حبابي صغيرة كده محبب كده مكان الارثة او مكان دخولها خلاص طيب اتش يعني هارش خلاص طيب ground معناها ايه رمل او ارض تمام دو يعني ايه يعني الندى خلاص ونفتكر مع بعض من الندى او الرطوبة اللي بتستاعد عن تحول الربليزي فورم الى فليري فورم طيب بعد كده امت دخلة من ومتماشية مع طيار الدم امت وصلت لأول مكان هو ايه اللونج خلاص تايمين شاطر يقولي اعراض اللونج برافواليك وهي نفس الاعراض اللي حصلت في الاسكيريس تمام برضو خلاص فيحصل ايه ايه اجنراسة هذه اللارفا خلاص فيحصل ايه يحصل مناعة كله او خلايا مناعة كلها هتيجي تهاجم المكان ده خلاص طبعا الزينوفيليا هتعلق جدا اذا نفرز تعلق جدا ويوكوسايس كلها هتعلق جدا خلاص ممكن كمان يحصل مانيوت خلاص نتيجة الايه الهجوم جهاز المناعة على اللارفا خلاص طيب الاعراض هتظهر في صورة ايه والله برونكالس او نيمونيا برونكالس يعني ايه التهاب شعب هواقية نيمونيا يعني ايه التهاب اللوصل او خلاص يعني النزل شعبي نشي فهتلاقي العيام برضو كحة وصدره بيزيق ومشقدر ياخد نفسه نهجان وكام ده كل نفس الاعراض بالصدد انت لو كتبت في الامتحان الاعراض اللي انت حفظه في الاسكارس نفسها في الانكريستومة محنتش يقدر يقولك ولكن ما غلط تمام نفس الاعراض بالصدد خلاص طيب كل ده نتيجة ايه مش نتيجة اللارفة قدما نتيجة اميوري سمونس النشا ضد هذي اللارفة خلاص طيب ناخد بالنا اللي تماشى في اللانج هي اللارفة الفلاري فورم اللارفة خلاص طيب التاني عايز اخد بالي منه الاسم العلمي واللهي انا اتفقت معاكم ان هي اسمها لوفلار سندروم صح الكتاب بتاعنا كتاب لها اسم جديد اسمها بيرميناس نيمونيا بيرميناس اللارفة في اللونج ونهاز المناعة اللي هاجمها والإذرافية اللي عالية والأعراض اللي هي الكحة والأزمة والديزنية والحاجات دي كلها خلاص موضمت فهم وسهل طيب بعد شوية وصلت لفين الانتستن خلاص هتعمل شوف هتعمل ايه في الانتستن واللهي قلت لكم ان هي هتكون غرزة غرزة بأنيابها او بسننها خلاص فين في الميكوسة فده هيعمل ايه في مكان الغرزة هيحصل الثر خلاص هيحصل في الثلاث خلاص ابدوا انها بتعمل الثر في مكان وبعد كده بتسيب وانت رايحها مكان تاني فالموضوع فالم مرعب هي فالم مصص دمائي ولا بتغرز انيابها في الثلاث بتنشب فالم انيابها فيك خلاص طيب بننسى كيك واللهي هي في البداية بتكون مجرد جاسترو انترايت ستين نازلة معوية عادية النوزيا الفوميتينج الديرية الكوليك بس ناخد بالنا من حاجة مهمة سيكس ويك افتر انفكشن ليه سيكس ويك افتر انفكشن يعني النهاردة كنت على الرملة واخترقت جسمي فلاري فورم الارفا النهاردة ستة اسابيع عنا بتوظهر علي ارض جي اي تي ليه على ما تحصل ايه بتاعتها بتدخل جوه الدم وتروح على وتعمل اعراضها في وتنزل على وتبدأ تعمل اعراض تمام فبياخد ستة اسابيع افتر انفكشن خلاص طيب الارفا دي بيبدأ الارفا يصل الارفا بليدنج الارفا الارفا دي بتنزف خلاص تخيل انت تخيلها او على جلدك في الارفا في جلدك وانت جاي بسلا دبوسه وغرزه اكيد هتنزف خلاص فاول حاجة الارفا بيفقد دمه بصورة استمرارية واستمر طول ما الارفا او طول ما الدودة خلاص طيب مش بس كده انت دي بتبدأ تمص الدم هي اصلا جارسة انيابها وتقول تمص من دمك هي دراكولا بالمعنى الحارفي للكلمة بتغرز انيابها في السمول انتستن ساينيا ميكوزا وتمص من دمك تمام فنتيجة لهذا العيان ده بيحصل عنده عرض مهم جدا جدا واكتر عرض هجازة الامتحان السئلة عليها اكتر عرض هتشوفه بحياتك هو المايكروستيك هايبوكرويك أنيميا وبروكريسيف لي بروكريسيف لانها بطول ما هي موجودة ثم هي بعملها تنزف من الدم وتمص في الدم تمام فالعين ده هيكون عنده أنيميا تمام طيب تاني بقى فيه البليدنج ساوه حاجتين ساوه حاجتين ساوه حاجتين اول حاجة من السايت اوف اتتشمت او جارسة الانياب دي نفسها بتعمل نظيف بليدنج افتتشمت تاني حاجة انها اصلا تمص الدم ده ففيه دم عمال ينزف من دودة موجودة في الانستل بطول ما هي عمالة تتغذزة ا锦ددم اكتر كلها ب وأمس الدم اقدر المواضر بوروكريسيف lkREس lovers büy العمالة سوق وهها يوصى حد SATAو8 تمام النتيجة ان انا اصلا البساء الايمية دي نزيف مشتمر ففيه سقد حديث teach息 المستمر فانا مش عندي حديث اصنار اكون بهيميجروبين فبالبسي الصغير والهيميجروبان نزونها القليل تمام اما其ري ففيك أقون لدي حديث يفقد باستمرار مع النزيف المستمر فبالباطلسة عندي music hysteretic ìhe acontece typocrumic anim saltyvic يعني هو من جواها الليل هي اشهر عرض لعيان الانكليفتومة هي أشهر عرض لعيان الأنكليفتومي الانيميا برافو عليكم لا الملمونري ولا الاسكن ولا اي حاجة الانيميا اشهر حاجة خلاص شوية اعراض كده بسيطة والله ممكن زي ما هو بيفقد من دمه خلاص ممكن كمان يفقد في البروتينز خلاص يبقى عنده هايبو بروتينيميا فالعيام يبدأ ينفخ اديه ما نتيجة هايبو بروتينيميا اللي عنده خلاص طيب ايه تاني الدودة دي لو كانت في الاطفال و التوكسنز و التوكسنز دي متأثر عليهم في النمو بتاعهم سواء فيزيكا سواء مينتا سواء ولو الطفل ده جالوا الانكليستومة و انت معالك توش هيصلوا مينتا تخيلوا قد ايه هي شريرة انها مش بس بتأثر عليك كانيميا او كاعراض لك كمان كنت تأثر على نمو الطفل تمام طيب والله في الانفكشن في بدايته بيكون الزنوفيلية عالية جدا نتيجة طبعا ان هي عمالة تلفة في الدم وجهاز المناعة شايفها وفي اميو ريسبونس و كام ده كون بس وانس انها استقرت في الانتستم بيهدج هذا المناعة شوية بتهدر الزنوفيلية شوية لكي طبعا بتبدأ اعراض زي الانيميا والهجات الزيت تمام؟ في الزنوفيلية برضو اعلى في الانفكشن دو اعراض قلنا في اسكاريز بتكون اعلى طبعا من الانسكاريز مايشي الزنوفيلية في الانتستاينانية مايشي؟ نجمع الاعراض تيني اول حاجة مكان تدخلها مين دخلت الاول بدخلت عن طريق ايه؟ دخلت المين الصياد اللي كان ماشي بير فود مكان تدخلها بقى فيه هرش بقى فيه مكان محمر بقى فيه شوية بابيولز فيه فده سميته ايه او دو اتش خلاص طيب مازل شوية مترايحة اللونج متعملة فيها اللوفلر سندروم بكل ارض اللوفلر سندروم اسمها التاني ايه؟ بيرمناس نيمونيا خلاص طيب فان شوية مترايحة على الانتستن عملت ايه في الانتستن املت إيروجين مقصريش نتيجة ايه غرزة الانياب في الميكوزة يبقى التعبان كان بيتحرك براحته فكان بيروح ويجو يعمل اعراض ما يجريش هنا التراكولا ناشب بانياب او غرز بانياب فعمل لك ايه؟ عمل لك الانيميا وعمل لك البليدنج المستمر خلاص طيب لحد فترة يعني بسيطة من الانفكشنس تأسابية تأراض نجائتي العادية بعد شوية بيبدأ ايه اراضي الانيميا تظهر طيب بيدينج سابه ايه حاكتين اول حاجة تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة اللي هي عملت مص الدم خلاص طيب فعام معارض بينجين هو ايه؟ خلاص نعمل تزيد بالوقت ماشي؟ طيب في هايوبريتينيميا او في عين بينفخ في موسيقى ويهزينوفلية بتكون اعلى في الاول بكات تبدأ ايه تهدأ تمام؟ طيب هنشقص بيه؟ والله اول حاجة هتجي في بالي هاي السور هلاقي فيها ايه؟ اجز برافا عليك باي ازا الدييجنوستيك ستيج هنا نشكت بيه طيب في الأنكليفتومة هي الاجز انه يدي اللي بتنزل في الستول خلاص طايم في بقى ايه ايه حاجة جديدة كده اسمها هاردا موري كالتشور يعني مزرعة بعملها عشان خطر ايه عشان خطر اتعرف على الفصائل المختلفة من الانكليستون يعني انكليستون ما دي ليها فصائل او انواع مختلفة فان عايزة اتفرج عليهم تمام فهعمل ايه ركزوا معايك في الرسمة وللهي دي ام تمام فيها شوية مية من تحت خلاص دي فلتر بيبر الابيد دي فلتر بيبر ودي شوية الستول انا حطوهم علي الفلتر بيبر خلاص طايم تلاحظوا ان انا حط الفلتر بيبر يعني لمصة المية من ناحية واحدة بس صح ناحية تاني مش لمصة المية خلاص طايم ايى اللى هيحصل ايتركوا ان البيض ده او الدودة دي بتحبد ايه ؟ بتحب المية فوانس ان هي شافة المية البيت ده هيفقس الفتول كان يحتوي على بيض بتاع الأنكليستومة ووانس ان انا حطيته في المية فالبيت ده ايه فأس لما فأس طلع منه ايه اللارفة بتاعت الأنكليستومة وطلع منها اللارفة المختلفة بأشكال مختلفة حطاها بقى قدلك وتفرج عليها وفرق براحتك بين الأنماء والفصائل يا سلام ولا أحلى من كده اقرأ بقى كده طيب الهارداموري كالتشر هي أحسب من الستول وقددت تفرق بين الاسبيشيز المختلفة ورفصائل مختلفة من الهوك وورم خلاص طيب اللارفة كولكتت فروم بإيجز طيب خدها مليمين للشمال نجد فلتر بيبر ومتحطة نهاية واحدة بس منها في المية والناحية التانية مش في مية ولا حاجة خلاص طيب وبعدين اكس هاتشت ونفتريب يبقى نحطت عليها الستول اللي كان فيه الانكس والاكس دي فقست خلاص طيب طلعت الايه اللارفة كنتنا نجمعها اللارفة ديت ومتنا نتفرج عليها وفرقت بين اين فصائل مختلفة للنيماتود خلاص طيب في طريقة تالتة اسمها ايج كاونتينج انا قلت لكم ان الفيميل بتاعت النهاردة كلها بتحط البيض كتير قوي خلاص فانا ممكن استخدم طريقة الايج كاونتينج ان اعد البيض اللي بينزل من الفيميل عشان خاطر اعرف هالشخص بتعالج ولا ما تعالجش خلاص بعد البيض ازاي خلاص فيه جهاز او طريقة يعني ما عرفش اسمها ستون دا يوشان ايج كاونتر فهم اسمها ايج كاونتر يبي يعد ال ايج خلاص فيه طريقة ثانية اسمها كاتب سمير ميسود الطرق ديت انا بتفيدني في ايه ان انا مثلا لو ديت العيان علاج خلاص وعايزة اشوف العلاج ده جاي بنتيجة ولا ما جابش فقوم عد ال ايج قبل العلاج مثلا تطلع معايا الف ايج اوكي بعدين قدي العلاج بعد كده او معدل ايج بعد العلاج فلاقيها مثلا قلت خلاص مثلا ميت ايج جاية ولا حاجة قول اوه الله كويس عايزة جاي بنتيجة تمام لكن لو لقيت ال ايج زي عانتها بيزيد قبل لسه زي ما هو يبقى كده العلاج مش جاي بنتيجة خلاص يبقى اول حاجة ستول ال ايجزامينيشن تاني حاجة نستيكل هاردا من الكالتشر خلاص والتالت حاجة اللي ايه نعد ال ايج ماشي طيب ايه نفس العلاج للمره اللي فيتت اللي هو ميبين دازولد اهم علاج طيب برضو فيه البارينتال بموت دوت ناشي نفس الكلام خلاص مراجع سريع على الانكلستومة اول حاجة هقولنا انها هنفتكر اسمناها هوكورم هوك يعني خطاف فتفكرناها مصف دماء وهوك يعني صنر فتفكرناها بالصياط طيب ندفقنا ان هي اسمها انكلستوميز او هوكورم ديزنز طيب المرهولوجي بتهي قلنا ان هي مش طويلة او يزيل اسكاريس لكن هي المميصية ويهول بقى الكافثون ان هي عندها نابين كبار ونينترسايد تمام ونابين الصغارين جوه ونبين الاخريته كوبيلات ريفرز عوضو كده كوديل يعني تحت عشان خطر ايه الكوبيلاش تمام ودي الصورة اوضح ليهم طيب بنسى اللي هي قلنا الاجزة هتها روند دور وثين شل وفي الاول بتبقى انسيجمنتد باكا تتقسم لاثنين او تمانية سيلز خلاص طيب رديتي فورم لارفا وفلاري فورم لارفا قلنا رديتي فورم معناها ايه معناها شكلها شكل البالب من تحت وسلندرسا من فوق لكن فلاري فورم كلها سلندرسا على بعضها طيب دي خمسمية دي قبصة مية او سبعمية دي ليها رديتي فورم اصفيكس دي سابت اسمية اصلا تمام وده بيمثل تلت البادي اللي كانت تانية ليها سلندرسا وده بيمثل ربع البادي تمام الاتنين ليهم بوينت التيل في اللايف سايكل قلنا اتفقنا مع بعض انحنا بندب ده بقضل 100 وفينيل تمام بعد كده بنزل اكس في الستول خلاص دي 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 نوستيك ستيج بعد كده بتنتيور في الصائر بتطلع رديتي فورم لارفا بعد كده تحصنها مستنية مين مستنية الصياد لان هي بتحب النمية وتحب الحرارة وتكره الأرض تمام في مستنية الصياف تعملينه وداitan mode وبعد كده تدخل الاول تروح على لان بعد كده الانسته من هنا استنتقنا ان الدمنات فيوز تمام وإن التأثير كان على الك Hutchins وعلى الانسته فده الاعراض. تمام؟ اول حاجة في الاسكن مكان دخولها يبقى فيه هارش وشوية بابيوز وشوية اه اتشينج تمام؟ نحصل مكان دخولها وده هنسميه ground اتش او دو اتش. ground يعني ارض دو يعني نادا و اتش يعني هارش. تمام؟ طيب في اللونج نفس الاعراض بالضبط ونفس السبب ان هو هجوم جهاز المناية على اللارضة وده نسميناه هنا برمنا سليمونيا وهي نفسها نفس اللوفلار سندرو. طيب بعد كده اثرنا على الانتستن وقلنا الانتستن دينش سبب التأثير عليها انها جارزة بانيابها في السمول انتستن. الاسكارسكا بيتحركوا فيها كنديد المراتي جارزة بانيابها في عاملة اقصر تمام؟ لاراض ايه نوزي هوميك داريكوليك بعد 6 تأسابيه على ما تعمل ايه؟ عمتابل رحلتها وترجع. خلاص طيب اهم معارض هنا هو الانيميا تمام؟ طيب ايه سبب الانيميا انه هو عمليا في قدامه من ناحيتيه من ناحية انه هو في بليني من الفايت اوف اتن ومن ناحية انه هي عملت مص في الدم تمام؟ طيب بروكريزك مايكروساتيك هايبو كراميك انيك مشرحنا الاسم طيب ايه في برضو بيفقد شوية بروتينز لبينسخ بنسخ تشيردر بيقى فيه تأثير عليهم من التوكسنز فيبسيكا لمنتالسكشوال وطبعا الانزنفيلية تبقى اعلى ايه ايرلي عشان الانيميوسيس مشايفها لكن ما تروح الانتستن موضى بيه هنا شوية هنشخز اول حاجة فانيك ايك 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 انستون لكذا حكمة ايك تمام؟ الهرد اموري كالتشر دي هنعمل ايه هنجيب شوية مية في ازاز او في انوبا كده ونحط فين فيلتر بيبر وعليها عيانة من اللسطول فلما تحط في المية الاكتين هتفقس وهتطلع على الاربا ونبص بقى الاربا ونفرقها من بعض تمام؟ في طريقة اصناها اكاونتك وده بستفيد فيها ان انا اعيد البيض قبل العلاق وبعد العلاق وشوف هل العلاق اثر ولا ما اثرش خلاص اخر هنجل العلاق ايه من دازول تمام؟ طيب حلو بقى لأسئلة قلنا قبل العلاق ده هضو للاين التزاوغ فطبعه هيكون عنده ميال ولا الفين ولا الا اكتين اروع عليكم الميال حتى كاميم يرابي ريز طيب احنا قلنا انها كانت تنزل انتظار لكن في تخرج في لتوريب والباب فتكون ايه؟ سيجمينت اصح فكنا قلنا انها عن مية الافرش بين الافرش بين الافرش بين الافرشين الأصفكس أو رابدتي فورم لارفا ده كان إي تلت ونصف الربع البدي تلت البدي يربع عليكم طيب إنفكتب ستيج أو أنكليستومة الإنفكتب ستيج في الإسكاريس كتلبيضة طيب أنكليستومة لا الفليري فورم لارفا طيب طيب في أنيميا دوتو إنفكشن بو أنكليستومة مايكروستيك هايبو كروميك ولا هيموليتك أنيميا مايكروستيك هايبو كروميك أنيميا نقصلكم مايكروستيك هايبو كروميك وفسرناها مش عندي حديد نظيف مستمر بسكو الحديث بالشكل مستمر فبلا عندي هيمولوين ولا عارف أكون أربيسيس كبيرة خلاص مايكروستيك هايبو كروميك دو إتشينغ دو إتشينغ دو يعني ندى وإتشينغ يعني هارش طيب الندى بيفكرك بمين؟ طيب برفع عليكم بالدودة اللي هي كتاة الصيادة اللي هي أنكليستوم خلاص طيب جسترو انترائيس دي بولوب أفتر كميكوف انفكشن اثنين وثالثة ولا ستة بروفع عليك ستة وإنفكشن قناعنا بتخلص من الجريتوري ساكر بتعيتها وتنزل على الانتستر وتعمل عرض الجي ايتي خلاص طيب افكتوف انكليستوما انفكشن او بروتينز كم بيحصل فيها ايه قناعنا بيحصل هايبو بروتينيومي خلاص طيب سنستيف تست قلنا مين هي السنستيف قلنا مين هي السنستيف ستول إجزامينيشن عايدي ولا ديودان أسبيريشن ولا سيندرفيجيشن والهارداموليكالشور قلنا الهارداموليكالشور دي اكتر حاجة سنستيف خلاص فنختارها طيب دي كده الإجاباتها هي انشاء الله صح يفضلين بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة